اهلا بكم شبابا في فيديو جديد من دورة فلاتر. النهاردة هنكمل بناء النوتس اب. طبعا احنا المعرفة تكونت هنا خلاص من احنا نعمل دليت لنوت والموضوع كان سهل وبسيط. النهاردة بقى نحابب ان انا لما اجي اضيف نوت اعمل رفريش للليست او لما اعمل دليت لنوت برضو نفس الكلام اعمل رفريش للليست. بحيث ان الموضوع يتم على طول بقى ما عودش اعمل رستارت والكلام ده. فطبعا تعالى نبتدي في عملية الديليت لانها تظهر معنا على طول دلوقتي. فمسلا انا محتاج لما اجي اعمل كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اروح وانادي بس على ايه? على الليست بتاعتي. اقول بروفايدر. دوت اوف كونتكست. هنا النوتس كيوبت بتاعي. النوتس كيوبت. واقول هنا كده. انا عايز اعمل ايه شباب? عايز فاقول هنا فاقول نوتس. بس كده خلاص. هل الموضوع انتهى على كده? اه انتهى على كده. لان انا كل انا عايز اعمله ان انا لما اعمل دليت افتش كل النوتس تاني. فطبعا هتيجي هنا. هتنفذ الموضوع. تمام? والمفروض انها تقيمت بقى وتقول لي خلي بالك انا عملت للنوتس بشكل سليم. فبالتالي يعمل لليو اي. لان خلي بالك انا مسحت كل المرة اللي فاتت لما لقيت ان انا مش محتاجها. وقتها فعلا ما كنتش محتاجها اصلا. لكن دلوقتي انا فعلا محتاجة اعمل لليو اي بقى على اساس تغير هيحصل من ناحية تانية. فبالتالي انا محتاجة هنا تقول لي التغير ده. فممكن مسلا اسمي دي نوتس برضو. واجب كل بساطة في المكان ده. اقول هنا كده. واقول بس كده خلاص. فبالتالي بقى كده لما اجي اعمل دليل للنوت هنا. وبعد كده تاني هي فبالتالي هيروح على بتاعتي ويعمل لليو اي فبالتالي يعرض البيانات الجديدة. بس ده كل اللي انا محتاج اعمله. فتعال كده نجرب الكلام ده. يعني تعال بقى دلوقتي نعمل كده فزي ما انت شايف اختفت خالص. طبعا انا مش عجبني المنظر اللي بتختفي بيه بصراحة. يعني انا شايف حاجة زي كده ممكن تتعامل افضل. آآ يتعمل لها مسلا آآ تختفي بشكل لطيف. مش حابب انا الشكل اللي اختفت بيه ده. بس عمتن دي اضافات كده للطلبية بتوبقى لزيزة جدا بس مش ضروري ان احنا نضيفها دلوقتي. آآ تعال بقى نجرب لما نضيف نوت بقى. تعال هنروح على آآ فورن طبعا. وبعد كده هاجي بقى في البلوك بتاعي. هو كان موجود في الاد نوت بوتوم شيت اساسا. تمام اهو هنا. في حالة بقى عندي هنا. انا بعمل تعال كمان قبل ما نعمل كده على طول. هقول نفس الكلام دوت اوف كونتكست. وبعد كده هقول هنا ايه? هقول نوت كيوبت. نوت كيوبت كده. بقول دوت امت استيت. آآ امت ايه يا قصد معلاش? دوت فتش اول نوت. ماشي زي الفول. تعال كده نمسح البرينت دي ماشي ايه لازمة. ماشي حلو يا بتاع كده بقى نجرب نضيف نوت. ماشي تعال نقول ملاحظة مسلا زي. وبعد كده هنا مسلا ممكن نكتب تمام. وبعد كده تعال نعمل بس طبعا مجرد ما نعمل هتلاقينا ما لك زي ما انت شايف. وطبعا ده شيء منطقي على فكرة. تعال اقول لك ليه بقى منطقي. طبعا ده هيخلينا نفهم دلوقتي اكتر عن البلوك شغال ازاي. آآ طبعا دلوقتي خلي بالك احنا موجودين في يا شباب احنا موجودين في. انا عايز افتح كده هنا القايمة دي تمام. لان دي فيها بتاعي. ممكن من خلال ها برضو نشوف بتاعتنا. يعني تعال كده ننزل دي كده. عايزك تشوف ماشي ازاي. انا خلي بالك دلوقتي عندي هنا لو تلاحز بتاقه. بص موجود فين موجود ده. وعندي هنا انا عايزك تلاحز الفرق ما بينهم. بتاعتي منفاصل على الاتنين منفاصلين على بعض. فدلوقتي انا عندي اتعمل هنا شباب. طبعا انا بحب القايمة دي جدا لانها بتخليك تفهم بجد اليو اي ماشي ازاي. فطبعا يبقى عندك كده نظرة اكبر عن الدنيا. تمام? فزي ما انت شايف انت عندك هنا النوت فيو. النوت فيو جواها النوت فيو بادي اللي هو موجود فيه النوت كيوبت. حلو قوي. فطبعا انت هنا كده عندك في الخانة دي موجود النوت كيوبت. لكن في الاد نوت بوتوم مشيت مش موجود اصلا. هو مش معك. ما عندكش عليه. يعني سيبك من نقطة هو عايش ولا لأ. يعني بالفعل الكيوبت اتكاريت. موجود بالفعل. تمام? لكن هل انت عندك اكسس عليه? لا. لان انت ما عندكش عليه. عشان يكون عندك اكسس عليه. لازم تكون تحت الكيوبت. زي هنا مسلا. انا بالفعل بقى اكسسه من مكان هنا. بس بالفعل انت تحت الكيوبت فبالتالي تقدر تاكسسه. لكن انت هنا بص كده لكن انت في الاد نوت باطم شيت انت مش شايف الكيوبت اصلا. فعشان كده لما هو جاه يدور باستخدام الكونتكس بتاعه الكونتكس ده فين اللي احنا بيستخدمينه. آآ تعالى كده ندور في الاد نوت بوتوم شيت. تعالى كده نروح عليها. عايزك تفهم بقى الكونتكس بيستخدمه ازاي فعلا. الكونتكس ده بيبتدي يستخدمه عشان يطلع كده على ويدور على بتاعه. يعني هو بيستخدم كده بص هو هنا كده. تعالى نقفل دي. نقفل دي. فانت عندك كونتكس هنا. فهو بيستخدم الكونتكس ده. ويفضل يطلع لي فوق كده ويدور هل النوت كيوبت موجود ولا لأ. لغاية لما يطلع هنا. فيبص هنا كده اده ده مفيش نوت كيوبت فيرمي لك على طول اكسيبشن يقول لك خلي بالك الكونتكس ده انت استخدمته لكن مش بيشاور على نوت كيوبت. فبدالي بالمنطق كده ده يعني قدامنا صورة اساسا. انا عشان استخدم النوت كيوبت هنا. مش معنى كده لازم النوت كيوبت يبقى موجود فوق الماتيريا الاب. ليه فوق الماتيريا الاب? عشان يبقى عندي عليه من خلال العشان كده طبعا انت محتاج تروح على النوت اصلا. وتشيل بقى خالص. تعال بس ان اخد دي كده كوبي. واشيل ده اصلا امسحه كده خالص. اعمل له واروح على المين دوت دارت. واحطه فوق الماتيريا الاب طبعا تعال كده نمسح دي معلش دلوقتي. تعال كده نروح على المين دوت دارت. طبعا خلي بالك لو دي بتضايك انت ممكن تضغط هنا على ده كده. على الخانة دي قصد. وتخلي تعمل لها فكده مش هتلاقي المشكلة دي تانية. يعني بص لغيناها كده لو عملنا مش هحصل اي حاجة. اه لان دي طبعا لما بتتفعل بيخليك دايما تقف عند الاماكن اللي بترمي بص. فلو انت بتسترخيمها زي ممكن ايه ممكن تلغيها كده. بس كده زي ما انت شايف. انا بس ترخيمها بصراحة فبلغيها في معظم الوقات. تعال كده نروح على وهاجي في المكان ده هروح على كده وحطها جوا بقى لازم خلاص انا فاهم ان لازم فعلا يبقى موجود في المكان ده. بس كده طبعا وتعال نعمل هنا تمام قوي كده فكده لو عملنا بقى لي التطبيق. فالمفروض ان كل حاجة تشتغل بشكل سليم. هي طبعا النوت الضغفة تخلي بالك. بس مش دي المعادلة. المعادلة ان احنا عايزين نعمل لما نضيف نوت جديدة. فتعال كده مسلا نقول نوت. وهنا مسلا نقول نوت او نقول اي حاجة يعني مش مشكلة. ونعمل كده. فتلاقي ان انت عندك النوت زهرت اهيه. بتظهر على طول طبعا. وحابب ان انا بص هنا كده على المنظر بتاعنا على منظر اليو اي. تعال كده نبص بصة كده لازيزة. عشان نشوف المنظر. انا حابب توقفهم الموضوع ده. بص بقى عندك هنا النوت اب. في هنا طالع منه يا شباب طالع منه الماتيريال اب. الماتيريال اب جواها طبعا هي مش مفتوحة لان احنا ما فتحناش تعال نفتح البوتم شيت ده كده. ونفتحها تاني. يعني تعال كده نفتح كده تاني. ماشي كده نلاقيها موجودة. تعال بقى نبص عندنا. انت عندك هنا بلوك بروفايدر موجود تحت النوتس اب على طول. فيه الماتيريال اب. جوه الماتيريال اب عندك النوتس فيو اقفلها. هتلاقي ان انت عندك برضو الاد نوت دوتو مشيت. فهو لما يستخدم الكونتكس بقى هنا. هيفضل يدور كده ويطلع لفوق. يطلع كده يطلع. هيلاقي ان هو عنده نوتس كيوبت يبتدي ويستخدمه على طول. فهمت انت الفكرة فهمت الكونتكس اساسا ماشي ازاي? عشان كده لما تستخدم الكونتكس ويقول لك خليبه لك انا مش لاقي الحاجة دي. معنى كده ان انت تقريبا في فرع مختلف. يعني انت الفرع ده لو فضلت تطلع لفوق من خلاله مش هيوديك على الحاجة اللي انت محتاجها. فبالتالي لازم الحاجة اللي انت محتاجها تبقى موجودة فوق الفرعين. ادي عندك فرعين اهو. لازم الحاجة اللي انت محتاجها تبقى فوق الفرعين بما ان انت عايز تديها للاتنين. مش عايز تديها شخص واحد بس. لو محتاجة هنا بس فخليها هنا بس فعلا. لو محتاجة هنا بس فخليها هنا بس فعلا. والموضوع ده بينطبق حتى لو هتعمل له تريجر. يعني انا طول ما انا بقى اكسسه بس مش اكتر. بقى اكسس الكيوبيت فانا كده محتاج ان الكيوبيت يبقى موجود فوقية. تمام? بس فقول موضوع بسيط جدا. اتمنى دي تكون وضحت لك النقطة دي. لان النقطة دي بتلغبط ناس كتيرة جدا في البداية. فاتمنى كده تكون وضحت. يعني اتظن هي واضحة جدا بالاسلوب ده. تمام قوي كده. فكده احنا بالفعل بنضيف نوت. وكمان بنمسح نوت وبنعمل نفس الوقت. بس زي ما انت شايف. والموضوع بيتم ايه بيتم بسرعة. على كده نجرب تاني. ونعمل كده. فزي ما انت شايف الموضوع ايه? لذيذ جدا وسريع. حلو قوي. فكده زي ما انت شايف خلصنا. كده فضل ان احنا هنعمل ونبقى كده خلاص التطبيق خلص بالكامل. ويبقى فضل لنا بقى ان احنا نعمل شوية تعديلات في بس مش اكتر. ويبقى كده التطبيق انتهى الحمد لله. بس طبعا بقى تعالى نعمل دي هتعالى نقول مسلا يعني تعالى هنا مسلا نقول ونعمل كده. وبكده يكون الفيديو ده انتهى. هستناك الفيديو جاء ان شاء الله. ومع السلامة.